في طار تعزيز سبول التعاون ثنائي بين الجزائر والنيجر حل بإقليم الناحية العسكرية يوم الخامس والعشرين أفريل الجري العميد إبراهيم عيسى بولاما نائب رئيس أركان القوات المسلحة نيجرية على رأس وفد عسكري حيث استقبل من طرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة خلال هذه الزيارات رأس لواء محمد عجرود اجتماعا تنصيقيا مع الوفد النيجري الضيف بحضور اللواء بالقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي وإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي تباحث فيه الطرفان سبول التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبنىها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية وفي هذا الصدد تم الاتفاق على ضرورة تكتيف التنصيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزيرة والنيجر خلال هذا الاجتماع أكد العميد إبراهيم عيسى بولاما على تطابق رؤى وتحاليل قيادتي البلدين بخصوص القضايا الأمنية الراهنة كما اختنى مسان حالي وأكد أن بلاده على استعداد تام لتعزيز أواصر التعاون العسكرية الثنائية في ختم اللقاء أمضى الطرفان على محضر الاجتماع وتبدلا هدايا رمزية لوقع بعدها نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية على السجل الذهبي للناحية العسكرية السادسة زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر